موسيقى اهلا بكم فاكرة جديدة من برنامج الطبيب كلنا راحزنا الفترة الاخيرة ان بنسمع عن امراض للغدة الدراكية عملنا سيرش وعرفنا ان الغدة الدراكية دي عالم كبير من الامراض بفضل ربنا والتقنيات الحديثة اللي الطب وصل لها قدرنا نوصل لحلول للغدة الدراكية والامراض اللي منتشرة الفترة دي احنا النهاردة اشرفنا معانا الاستاذ احمد سفينة استشاري جراحة مناظير السمنة بكلية الطب الاصر اليه اهلا بحضركك السلام حضرتك خلينا نبتدي كده مع الناس علشان يفاهمين الموضوع من الزي عايزين نعرف يعني ايه الغدة الدراكية ايه الغدة الدراكية بكل بساطة هي غدة من احد الغدة في الجسم تعتبر اهم الغدة الموجودة في الجسم وهي مسؤولة عن هي بتتحكم في كل وظائف الجسم هي مكانها فين الاول يا دكتر؟ مكانها موجودة في اسفل الرقبة تمام؟ فوق القساء فوق العظمة اللي هي يعني اسفل الرقبة بالزرق طبعا هي مسؤولة ازما قلنا ان هي مسؤولة عن جميع وظائف الجسم او التحكم هيا ہيا المطر او الكينج اللي هوا بتحكم في كل وظائف الجسم مبتدي او ما هو كل وظائف الجسم؟ يعني مثلا ضربات الالب اه المعدل ضربات الالب سريع ولا بطيء وزن الجسم تمام؟ اه زيزova ما هو مستحيان الزكاء هي المطر 원 transactions него حصل خلل في الغدة drugstore او في افراز الغدة ضرقية بيحصل خلل في كل وظائف الجسم اه زي أنا كشخص عادي اعرف يفي خلل في الغدة درقية؟ طبعا الشخص العادي المفتوض ان هو بينام نوم منتظم ضربات قلبه منتظمة وزنه يعني بيزيد بزيادة القائعة وحسب الوزن يعني لو حصل مثلا اول هي لها حاجات كتير اوي اول هي موجودة اسفل الرقبة على القصب الهوائية ورا القصب الهوائية بيكون موجود المريء اول عرض لو حصل تدخم لو هي كبرت في الحج بتضغط على القصب الهوائية فالانسان بيشعر ان هو عنده ضيق بالتنفس او عنده صعوبة في البلع السويل او الاكل الصلب او عنده خلل في الصوت او يبدأ يحصل بحة في الصوت ده اللي هو المرتبط بالتضغط لكن مالهاش اعراض مثلا لفيه سخونة او لا مفيش كلام دا لو كانت هي مثلا فيه فرض افراز او زيادة في افراز رومون الغودة الدرقية في الحالة دي بيحصل خلل او زيادة في كل الوظيف يعني مثلا يحصل القلب بتبقى ضربات قلبه سريعة يبقى مثلا انسان قاعد وابدونس او تلاقي ضربات قلبه بتسرع او سريعة جدا معي هو قاعد مثلا ابتدى يبقى يعرق بطريقة مهولة ابتدى ان هما يبقى في الشتا مش لابسه دوم وبقى حس ان هو حران وزهقان وكده او ان هو مثلا ابتدى لو هي انسة وكده يحصل اطراب في الدورة الشهرية ان هي بتتاخر او بتيجي بدري او بكمية اكبر اه يحصل مسلا ان هو ان هو مش عايف ينام بالليل اصبح عصبي وملحوظ عليه من زميله او من اه من محطين بين هو خلق اديق او عصبي وتبدأ تحصل له في اليدين او رعشة في اليدين يجي يقدم لضيوف مسلا شيء او مسلا او بيقوم بحاجة يمسك او طبعا لو مسلا بيبتدى ان هو او مع فقدان الوزن. تمام دي الاعراض اللي هي مبدئيا الشخص العادي ان هو لو قتله ان هو يقدر ان هو او بدي يخس تحس ان الشخص ده بيخس مع مع هزي الاعراض. يخس. اه يخس او.